اشتركوا في القناة انا عندي علاج للموقف ده بس مش اقول لكم على علاج ده لكن عارفين مش بس الاطفال هما اللي بيحسوا بالزهق لكن الكبار كمان بيحسوا بالزهق الاطفال بس بيقدروا يعبروا عنه احسن بيقدروا يتكلموا عنه احسن لكن الكبار بيحطوا لقناع بيقناعوا زهقهم بانهم يتنقلوا من مغامرة مسيرة لمغامرة تانية مسيرة بيقناعوا زهقهم بانهم يجروا وراء متطلبات جديدة ومسيرة واحدة وراء التانية زي تشتري حاجات انت مش محتاج لها وعمرك ما هتستخدمها ايوة الرجال عندهم لعبهم والستات بس بيشتروها احياناً الزهق بيخلي الناس تبقى عالم مشغولة ويدخلوا في حياة الناس التانية وده مش صح بس صدقوني لما قلوكم انه تقريباً في تلاتين سنة من الخدمة انا شفت وكمان اختبرت بنفسي مسيحيين زهقانين من حياتهم الإيمانية اللي بقوا زهقانين روحياً والمسيحيين اللي زهقانين من حياتهم الروحية بيعبروا عن زهقهم دا بانهم بيتنقلوا من كنيسة لكنيسة تانية ويجروا وراء السمينرات والمؤتمرات والخدمات الجديدة الحماسية بيعبروا عن زهقهم بانهم بيجروا وراء القائد دا والقائد دا بيعبروا عن زهقهم بانهم بيجروا وراء خبراء في الحياة بيعبروا عن زهقهم بانهم بيفكروا انهم لو اروا الكتاب الاخير للخبير المزيف فده هيساعد في جوازتهم هيساعد في تربية أولادهم هيساعد في حل مشاكلهم المالية هيساعد في شفاء كل أمراضهم في الواقع هيديهم الثقة بالنفس أنا عاوشكوا تسمعوني كويس قوي الكتب الوعاز المدرسين السمانرات المؤتمرات ممكن تكون مفيدة في أوقات لكن استحالة أبدا يقدروا يحلوا للأبد مشكلة الزهق الروحي في علاج واحد بس للزهق الروحي إيه هو؟ هو أنك تعرف إزاي تحب رب يسوع المسيح أنا عارف إن في بعض الكنايس ممكن تزهقك موت أنا عارف إن الكنايس ممكن تزهقك بتقصها المميتة بتقصها الكتير أنا عارف إن فيه كنايس ممكن تزهق تزهقك موت بفلسفة الوعز اللي ملوش أي معنى أنا مدرك ده ودلوقتي المهم في بعض الكنايس هو الترفيه عن الناس في الحقيقة بعض الكنايس بتشتغل زي شركات المسارح بينتنقلوا من مسرحية المسرحية أنا قريت عن الأسيس اللي قابل واحد من أعضاء كنيسته في محل البقلة بالصدفة وبصله وقال له بقلي كتير ما شفتكش في الكنيسة قال له آه أصلا إحنا مشغولين شوية وبعدين إنت عارف بقى مطارت وبعدين مطارت ومطارت ولوعز قال له على فكرة الدنيا ناشفة جوه الكنيسة قال له يا معقول في الحقيقة أنا عندي صديق في استراليا في سيدني اللي كان بجد مسدق اللي كان بأمانة مسدق إن كل ما طولت فترة العبادة كل ما بقت روحية أنا مش عارف بيجيبوا الأفكار دي منين دي أفكار مجنونة أنا فعلا مش عارف أقصد أقول إنه إحنا ما بنعبدش بطل ميت إحنا بنعبد يسوع المسيح اللي قام وتمجده هيجي تاني قريب ولا مدة العبادة من ناحية أو الترفيه من الناحية التانية بيمجده الرب لكن المشكلة هي أنا عاوزكم تسمعوني المشكلة هي إنك بتحط قناع على زهقك الروحي ده هيمنعك من التعامل مع أكتر احتياج ملح عليك وأكتر احتياج ملحلية إيه هو الأكتر احتياج ملحي ده؟ أنا هقولك حالا اسمعوني كويس إزاي للأبد نهزم؟ إزاي نحل مشكلة الزهق الروحي؟ هو السؤال اللي أنا هتكلم عنه في الأسابيع القليلة اللي جاية ودي غالبا أهم سلسلة من الرسائل اللي أنا وعصتها في الخمستاشر سنة ونص اللي فاتوا في حياة الكنسية علشان كده أنا عاوزكم تسمعوني كويس اسمعوني كويس وسلسلة الرسائل اللي جاية هتساعدك وتساعدني إزاي نبدأ نحب يسوع من كل قلوب ده؟ شايفين أنه أصل سبب الزهق المسيحي هي دي أغلب المسيحيين مش عارفين إزاي يحبوا يسوع ناس منكم ممكن تقول لا لحظة واحدة مايكل استنى بس دقيقة استنى دقيقة أنت مش بتكلمني أنا أنا بحب يسوع علشان أنا بحب يسوع أنا بدرس في الكتاب المقدس بانتظام أنا بعرف الكتاب المقدس كويس جدا في الواقع أنا متزمد جدا في تفسير الكتاب المقدس بدقة أنت مش فاهم أنا بدفع للتعليم الكتابية أنا بحفظ أجزاء كبيرة من الكتاب إزاي بقى ما بحب الشسوع يعني كل الحاجات دي كويسة ما توقفهاش ما توقفهاش ناس تانية ممكن تقول لي أنت مش فاهم يا مايكل أنا متعمق في حياة التعليم أنا دخلت في حياة التعليم العميقة أنا في حياة التعليم المنتصر أنا في دعوة التعليم العليا أنا أهدافي عظيمة في التعليم كويس لكن بالنسبة للمسيحيين كتير الوسائل دي لمحبة المسيح بقت هدف حد ذاتها وهي دي المشكلة هي دي المشكلة اللي بنواجهها النهاردة في كنيسة يسوع المسيح اسمعوني كويس أكبر معرفة بالكتاب ماينفعش أبدا تكون هدفك شفاء ذكريات مضيك أنت ماينفعش أبدا تكون هدفك 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 وهدفي لازم يكونه إزاي نحب يسوع المسيح من كل قلوبنا إزاي أحبه بعمق إزاي أحبه بالكامل إزاي أحبه بطريقة شخصية إزاي أحبه بطريقة فريدة ولما هتجبر في محبتك ليسوع كل حاجة تانية هتروح لمكانها ومش هتضطر مش هتضطر تجري ورا الشخص ده أو التدريب ده أو التعليم ده أو السمينار ده أو المؤتمر ده كل حاجة بتبدأ بإننا نعرف إزاي نحب الرب يسوع المسيح الجزء الكتاب اللي عايز أسيبه معاكو أنا عاوزكو تشربوا منه كويس قوي من خلال سلتلت الرسائل دي هو ده في فليبي إصحح ثلاثة وعدد تمانية علشان هو ده اللي قاله الرسول بوليس بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي هتقضي بقية حياتك بتحاول تفهم العدد الواحد ده وعمرك ما هتخلصه لحد ما توصل لنقطة في حياتك لما تقدر تقول الرب يا رب كل حاجة حطه خط تحت كل حاجة أنا أقصد كل حاجة شغلي فلوسي ممتلكاتي حتى حياتي نفسها كلها ولا حاجة لما حطها في مقارنة مع معرفة ومحبة الرب يسوع المسيح والحد ما تعمل كده أنت لسه ما وصلتش لنقطة بداية محبة الرب يسوع من كل نفسك خلونا أسألك سؤال إيه هي أعز حاجة؟ إيه هي أغلى حاجة؟ بالنسبالك بالنسبالي خلونا أعترف لكم بحاجة بس عشان أساعدكم أنكم تبدأوا طريقكم في محبة يسوع أعدت الوقت طويل جدا أكتر حاجة مهمة بالنسبالي حتى عائلتي ما يعرفوش الكلام ده أهم هدف كان في حياتي أن ناخد الدكتوراه في الفلسفة من جمعة تكون على مستوى عالي ناس فيكوا فكروا أن ده غباء وأنا موافق لكن اسمعوني ده كان الهدف الرئيسي في حياتي كلها مش أي دكتوراه قديمة مش دكتوراه في الخدمة مش دكتوراه في ده ولا في ده لكن هي دكتوراه في الفلسفة هتقولوا طيب يا مايكل هل الدكتوراه بتاعتك لها إيمة؟ يعني هو مش قوي لا لكن أنا هقولك دلوقتي وأنا واقف قدام الله قبل ما بقى واقف قدامكم لو أنا قرنتها بالمسيح ومحبته لي ومحبتي لي هتوب أي كلام هرميها برا اسمع أنا عاوزكم تسمعوني كويس وإحنا ما بنتكلمش عنها كتير مننا اللي منغمسين في الخدمة والوعز أين كانت خدمتهم إحنا معرضين إننا نتحط في إغواء خلط الخدمة بمحبة يسوع المسيح المخلص الفادي بنعمل كده أنا مقتنع تماماً في قلبي دلوقتي إن الرب بيهتم بالخادم نفسه أكتر من اهتمامه بالخدمة هو هيقدر يعمل من الصخور أولاد الإبراهيم فإذا أنت كنت بتحب التعليم إذا كنت إنت بتحب الخدمة بأي نوع إذا كنت إنت بتحب الوعز إذا كنت إنت بتحب الخدمة دي أول الخدمة دي أكتر ما بتحب الرب يسوع المسيح يب whereby انت محتاج تقف لحظة وتقول لنفسك هل أنا بحب المسيح أكتر ولا بحب الخدمة أكتر دلوقتي يا أحبائي هي دي حرب هي دي تجربتي ولما هتبدأ رحلة محبة الرب يسوع المسيح عن قرب عن قرب لما هتبدأ تقارن استمرار محبته واستمرار شخصه وتقارنه بزوال الحاجات التانية بما فيهم الخدمة لما هتبدأ تقارن استمراره في أنه يفرحنا بسرعة كل الحاجات التانية بتبوز وما بيبالهاش أي قيمة في حياتك ولما هتبدأ تعمل كده هتبقى بدأت تفهم صح وكمان هتبقى ماشي في رحلة محبة يسوع المسيح محبة المسيح لازم تبدأ بشوق وعمق إنك تعرف إنك تجرب إنك تحب أكتر من أي حاجة تانية على وجه الأرض اسمعوا أعمق صلال بوليس صلىها الأهل أفاسوس قال في أفاسوس إصحاح 3 وعدد 18 قال حتى تستطيعوا أن تدريكوا ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا محبة المسيح لحد ما توصلوا لمرحلة إنك تقولوا يا رب أنا حب لك محزن يا رب معرفتي بيك سطحية جدا يا رب إدراك القدراتك ضعيف جدا يا رب وقت معاك مش كفاية يا رب اجتيائي ليك عشان بس اتحقق لي طلباتي يا رب مقابلاتي بيك محدودة باحتياجي ليك يا رب أنا عمري ما حبيتك بأي طريقة شبه الطريقة اللي انت حبتني بيها مش هتقدر تبدأ في طريق محبة المسيح بكل نفسك مش هتبدأ الرحلة دي إلا لما توصل لمرحلة عدم الرضا عدم رضاك أيوة انتوا سمعتوني صح مرحلة عدم الرضا عن وضعك دلوقتي من عدم محبته من كل نفسك ساعتها بس هتبدأ رحلة المحبة من الرب يسوع إذا كنت عرفت أي حاجة عن الرب من قرياتي اللي أنا جيل الأربعة فأنا عرفت أنه مشتاء يغزع قولنا بحقه أنا عرفت أنه مشتاء يوسع خيالنا لارتفاعات جديدة من خلال روعته أنا عرفت أنه مشتاء أن قلوبنا تدرك محبته هو مشتاء أننا نسلم إرادتنا علشان نحقق رؤيته علشان نسمح لقداسته أنها تتحدى طريقتنا الخاصة في الشغل والحد ما توصل للحظة دي أنت تقول يا رب أنا بجد مش راضي عن مكاني مش راضي عن مكاني روحيا هيفضل الزهق الروح يمحوطك و أنا مش فارق معايا حتى لو كنت بوعظ الملايين من الناس لكن أنا بقولك كده من قلبي واحدة من الحاجات اللي الرب بيعملها معايا لما بنئ الرسالة قوية زي دي هو ليه طريقة لما بيتعامل حتى مع الوعظ قبل ما يبارك الخدمة وفي اللحظة لنا فيها مكسور قدامكم أنا بعلم فرحي عشان الرب بدأ معايا الرحلة دي اللي ما كنتش هقدر أفهمها بأي طريقة تانية إلا بالانكسار عشان أصحاب الأحباء أنا عايز أقولكو وقلتلكو قبل كده أن دي أكتر سلسلة مهمة في الرسالة اللي أنا وعصتها وصلاة ليكم لأني بحبكم جدا هي نفسها صلاة لنفسي أننا من نهاردة نبدأ رحلة محبة المسيح من كل نفسنا العلاج الدائم للزهق الروحي مش سمينهر تاني مش مؤتمر تاني مش رياضة تانية دول هيعيشوا الفترة قصيرة جدا رحلات لقمة الجبل رحلات جميلة لكن بمجرد ما هترجع للوادي علاج الزهق هيروح مش هو أحدث كتاب عن الحياة الأعمق ده مؤقت علاج الزهق الروحي مش إنك تسمع وعز أكتر وتعليم أكتر على قد ما أنا بحب الوعزة على قد ما أنا بحب التعليم علاج الزهق الروحي مش هو إنك تشغل نفسك بأنشطه علشان تبقى مشغول علاج الزهق الروحي مش هو العلاج النفسي اللي انتشر قوي وبقى موضة كأنه صوت الحق الكتابي علاج الزهق الروحي مش هو مشهورة أكتر ولا حاجة أكتر ولا دي أكتر علاج الزهق الروحي مش هو أي حاجة من الحاجات دي اللي بتغطي أعماق اشتياءاتنا وأعمق احتياجاتنا ليه؟ عشان يا أصحاب الأحباء أنا عايز أقول لكم أعمق اشتياءاتنا هو معرفة ومحبة يسوع أعمق اشتياء عندك وأعمق اشتياء عندي سواء كنا عارفين نسيغه في كلام أو حتى مش عارفين هو أننا نبدأ ندرك عمقه وطول وعرض وارتفاع محبة المسيح وبعدين نبدأ نعرف إزاي نحبه بنفس الطريقة اللي هو حبنا بيها لكن كل ده لازم يبدأ بعدم الرضا عدم الرضا اكتبوا الكلمة دي عندكم عدم الرضا من هنا لازم كل ده يبدأ اسمعوني كويس عشان أنا مقتنع من كل قلبي إنك تكون مكتفي وراضي هو ده العدو رقم واحد لمحبة المسيح لو قلت طيب أنا راضي عن نفسي أنا كويس قوي أنا بروح الكنيسة وبقرأ الكتاب أنا كده تمام فخلينا أقول لك حاجة أنت كده حتى مش هتبدأ أصلا في رحلة محبة الرب يسوع المسيح وأنا مقدرش أبدا أفكر في محبة الرب من غير مرجع كده الإبراهيم من وسط كل الشخصيات الكتابية هو فعلا أكتر واحد بيتحداني أصل محبة يسوع بتبدأ بعدم الرضا بموقعك الروحي وكمان محبة يسوع بتبدأ بقرار إرادي إنك تطيع مهما حصل وهو ده إلا الله قاله الإبراهيم إبراهيم سيب كل حاجة دلوقتي خليكم معايا هنا دقيقة وحدة كل حاجة دلوقتي أنا عاوز أقول لكم حاجة أغالبا إبراهيم لو في أيامنا دلوقتي هيبقى زي المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت أو أي شركة تاني كان المدير التنفيذي لشركة ضخمة كان شخص عنده ممتلكات وأراضي كتيرة كان أكتر راجل مهم في المنطقة دي كلها والعالم كله يمكن فهتفكروا يا رب إيه اللي أنت بتتكلم عنه ده كل حاجة أيوة كل حاجة يا رب هو أنا سمعت الكلمة صحة إنت قلت كل حاجة أيوة إنت سمعتني صحة أنا قلت كل حاجة إنت تقصد كل ده يا رب أقصد أنت تقصد كل حاجة أيوة أقصد كل حاجة لكن مش بس كده هو قال كل الناس سيب كل الناس أسيب كل الناس يا رب أنت مدرك أن أنا أعظم واحد في المنطقة دي أنا أكتر شخص مهم هنا في ناس كتير قوي معتمدين علي هو ده المكان اللي مليان حياة يا رب سيب كل حاجة وكل الناس ومش بس كده هو كمان قال له أنهقودك لمستقبل مش معروف مستقبل مش معروف أسيب كل ده لمستقبل مش معروف الله قال أيوة لكن أنا عايز أقولك فكر في الموضوع ده إبراهيم عاش ألفين سنة قبل المسيح يعني ما كانش عنده كتاب مقدس ما كانش عنده كتاب ما كانش عنده تاريخ مكون من ألفين سنة من معرفة أن يسوع حط نفسه بداله على الصليب ده كان من ألفين سنة قبل المسيح ما يموت إبراهيم ما كانش عنده أسيس ما كانش عنده كنيسة ما كانش عنده الأستاذ الدكتور المفسر الروح العظيم علشان يقول له زيطي على الله أنا أصد هل نقدر اسمعوني أنا كاتب وحب أنك تقروا كتبي لكن لو كتبي ما قد تكمش أنك تحبوا المسيح يحرموها إبراهيم ما كانش عنده صحاب مسيحيين ممكن يشورهم ويشوروه ممكن يصلوا معاه أنا قلت لكم أنه تحدى لو ركزتوا شوية في الموضوع عاوز أقول لكم حاجة تاخد العقل في الواقع إبراهيم ما كانش لسه يعرف كتير عن الله بس اللي نقالهوله الأجداده عن خلق الله لآدم وحوى اللي هم أجداده وإنه الله عنده خطة للتاريخ مجرد تقليد شافوي بيتنقل من جيل لجيل الكتاب المقدس قال إن إبراهيم وثق في الله وقطاع الله هو ده الحب الحقيقي هو ده الحب الحقيقي عاوز تقول لي قدي إيه بتحب يسوع قول لي قدي إيه أنت بتطيع يسوع لكل واحد فينا حاجة واحدة بس هتبعى عاوز تعملها لو أنت فعلا عاوز تحب يسوع إنك تبعى على استعداد إنك تتخلى عن كل حاجة آقف هنا اللحظة أنا قلت أنا قلت استعداد استعداد تتخلى عن كل حاجة عشان في الحقيقة الله مش عاوز أي حاجة عندك هو ده كل اللي عندك وهو يقدر ياخده منك لهو عايز هو الله فاكر ما تقدرش تبدأ تحب الرب يسوع المسيح من غير ما يكون في استعداد لإنك تطيعه اسمعوني كويس أنا قربت أخلص ده هيحتاج إن أنت تنسى إن الخطايا دي أو الخطايا اللي مربيها جواك لوقت طويل ده هيحتاج إنك تنسى لإعتقاد الغلط اللي أنت كنت مصدقه عن الله ومتمسك بيه ده هيحتاج استعدادك إنك تتخلى عن مخاوفك وقلأك واضطرابك وعدم الأمان لازم تكون مستعدة تقول كل حاجة كل حاجة هي ولا حاجة معناها ولا حاجة ما لهاش أي تفسير تاني غير ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة هخبيها منك لما هتوصل للنقطة دي ساعتها تقدر تتأكد إنك بدأت رحلتك في محبة يسوع من كل نفسك إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر